تجربة علمية جديدة تضاف إلى سجل إنجازات رائد الفضاء لإماراتي سلطان النيادي الذي يواصل مهمته على متن محطة الفضاء الدولية وأعلن مركز محمد بن راشد الفضاء بأن النيادي وبالتعاون مع وكانة استكشاف الفضاء اليابانية جاكسا بدأ بإجراء تجربة إنتاج بلورات البروتينات الخاصة بالأجسام المضادة والتي تلعب دورا أساسيا في تنظيم وظائف القلب والأوعية الدموية وتعد هذه التجربة التي تتم داخل مختبر وحدة كيبو اليابانية بالمحطة نقطة تحول في مسيرة المساهمات العلمية الهامة لدولة الإمارات في مجال علوم الفضاء